وينضم إلينا من رمالة أبي عبودي الباحث والناشط الحقوقي سيد أبي يعني ملام هذه الحملة وهل يتوقع أن تحرز تقدم كون من يقومون بها من حاملة الجنسية الأمريكية مساء الخير لأيكم كافة المشاهدين طبعا الحملة هذه هي الهدف منها هو الضغط وإحراج القيادة الأمريكية نحن ننطلق من قاعدة أساسية أن الانتهاكات الإسرائيلية بحقنا كشعب فلسطيني كان لما ممكنها تستمر وأن تتعمق بهذا الشكل لولا الدعم الأمريكي اللامحدود لهذا الدولة العنصرية الفاشية المحتلة دولة الأفرطهايد وكل الأوصاف السيئة صراحة تنطبق عليها في هذا الإطار نحن نريد أن نظهر التناقض التناقض ما بين الدعم الأمريكي لهذه الدولة وأن هذا الدعم نفسه يستخدم في قتل وملاحقة وتعذيب واعتقال المواطنين ليس فقط الفلسطينيين لوحدهم ولكن هناك أيضا عدد كبير من الفلسطينيين حملت الجنسية الأمريكية وهنا نظهر مثلا أن الدعم العسكري يؤدي إلى قتل الفلسطينيين والمواطنين الأمريكان فشرين تحمل جنسية مزدوجة قتلت برصاصة أمريكية وبسلاح أمريكي وقد تكون القوات والوحدات التي أطلقت النار عليها تدربت مع قوات ووحدات أمريكية واستفادت من برامج التدريب الأمريكية وكذلك عمر أسعد الرجل المسن الذي تم ضربه والاعتداء عليه وتقييده وتغميم عينيه وتركه يموت بجلطة قلبية دون تقديم أي مساعدة له وهذا المغادرة وهو مقيد مات وهو مقيد على الأرض وهناك عدد ضخم من الحالات أيضا انتهاكات بحق الأطفال مثل طارق أبو خدير ابن عم الشهيد شهيد الفجر محمد أبو خدير هما الاثنين يحملان أيضا الجنسية الأمريكية فالهدف هو أن نقول للإدارة الأمريكية أنك بأعمالك هذه بدعمك للاحتلاء بهذا الشكل غير محدود تخالف أيضا قوانين الأمريكية وبهذا أنت تمارسين ممارسة عنصرية طيب ملامح هذه الحملة أو خطوات هذه الحملة إنجاز التعبير هل فقط هي مجرد حملة لفتح هذه الممارسات أم أنه هناك قنوات شرعية من أجل التصعيد والوصول إلى محافل دولية أكثر تأثيرا يعني هو الضغط الأساسي هو سيتم على صعيد الصعيد الأول أن نرتب نحن الفلسطينيون والعرب الموجودين في أمريكا وهناك جالية ضخمة فلسطينية وعربية نرتب أوراقنا ونبدأ بعمليات الضغط والضغط على مراكز صنع القرار كما تفعل الحركة الصهيونية عالميا حركة الصهيونية هناك ممثلون لها وقوة وتقوم بالضغط وتحديث مع السياسيين ومساعدة في انتخاب بعض السياسيين نحن اليوم حملتنا أطلقت أرسلت النائبة رشيدة طليب من أصول فلسطينية نائبة في الكونجرس الأمريكي رسالة أيضا تحدثت على موضوع التمييز مؤسسة كارتر مؤسسة الرئيس الأمريكي الأسبق أيضا تبنت هذا الموقف وهي أيضا نفس المؤسسة التي تبنت موقف من عشر أو ليس مؤسسة الرئيس كارتر تبنى من عشر سنوات وصف دولة الاحتلال كدولة أبرتايد فهذه الحملة هي في لدها عدة خطوات الخطوة الأولى قمنا بها اليوم إطلاق الحملة مؤتمر صحفي وجود مؤسسات دولية حقوقية وازنة تدعم هذه الحملة وجود مؤسسات أمريكية تدعم هذه الحملة وهذه الحملة هي تخاطب من لا يتفقون مع العنصرية في أمريكا من هم يناضلون من أجل انهاء عنصرية الرجل الأبيض ضد الرجل الأسود ضد الأقليات من يدعي في أمريكا أنه مع قيم الحرية والعدالة والمساواة فناحية هذه سنقوم نحن بالضغط على السياسيين وفضح أن ممارستهم ودعمهم اللامحدود للإسرائيل هي ممارسة عنصرية بالعمق وبالتالي يتم مسائلتهم المسائلة هذه قد تتم بعدة أشكال منها مسائلة شعبية بالحملات منها مسائلة عند الذهاب لصندوق الاقتراع هناك الانتخابات النصفية بعد بضعة أشهر قبل نهاية العام أيضا هذه أحد المواضيع سنتحدث بها ونبرزها في تاريخ كافة من يطلبون من العرب أن يصوتوا لهم ومن المعروف أن الصوت العربي هو من أوصل بايدن إلى الحكومة في الانتخابات الرئاسية السابقة وهناك أيضا وسائل قانونية هناك قوانين أمريكية هي مطبقة في كل أنحاء العالم ولكن ليس مطبقة عند الحديث عن إسرائيل هذه القوانين تتحدث على عقوبات عسكرية تتحدث على تجريم تتحدث على إيقاف مساعدات تتحدث على حماية ممتلكات المواطنين الأمريكان اليوم مثلا أظهرنا أن هناك عدد ضخم من الأراضي هي جزء منها لمواطنين أمريكان يتم مصادرتها بأموال هي أيضا جاءت من أمريكا لجمعيات استيطانية إذن مرمالة أباية عبودي الباحث والناشط الحقوقي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا